يعطيكم العافية طلابنا الأعزاء وصلنا لحل السؤال 18 اللي نبين معنا بده تجهيز وأثناء عملية التجهيز تبقى إشارة التكامل ويبقى دي الأكس بدنا نجهز الواحد زاد أكس ما إلي علاقة فيها أنا بدي أرفع هذا المقدار إلى الأعلى مع تغيير إشارة الأس أربعة زائد اتنين أكس زائد أكس تربيع الكل أس سالب تمانية لاحظ سالب تمانية الأس الموجب مع الرفع بيصير سالب قوسين أحدهما مرفوع لأس وهذا القوس اللي مرفوع لأس مش خطي جواته أكس تربيع لا وكمان مشتقته في إشي زيها برا إذن على التكامل بالطعويض بدنا نفرض يو محتويات القوس المرفوع للأس أربعة زائد اتنين أكس زائد أكس تربيع دون الأس وبدنا نشتقه دي ليو على دي الأكس تساوي الأربعة ثابت مشتقتها صفر الخطي معامله زائد اتنين أكس إذن إن دي ليو على اتنين زائد اتنين أكس تساوي دي الأكس واحد اتنين تلات برج على التكامل الأصلي اللي ما فرضنا يو بدنا ننزله زي ما هو اللي فرضنا يو بدنا نحط بداله يو بس الله يرضى عليكم لا تنسوا الأس وبدل دي الأكس الخطوة الثالثة من هون هي الثالثة من هون شو هي دي ليو على اتنين زائد اتنين أكس ومنختصر معامل على معامل واحد على اتنين سواء أخذنا الواحد للحال أو معامل اكس رح تطلع واحد على اتنين وفي طلاب بياخدوا اتنين عامل مشترك هون لما ناخد اتنين بيضل واحد زائد اكس بشيلها مع الواحد زائد اكس بتضل اتنين اللي تحت إذن نص يو السالب تمانية دي اليو يلا نكاملها يلا بتصير يو السالب سبعة على سالب سبعة زائد سي ومننساش المعامل واحد على اتنين نضرب شو بتصفي واحد على سالب أربعطاش وكونه القس سالب بدي أنزل اليو لتحت مع تغيير إشارة القس حتى يصير موجب طيب أنا لما استلمت السؤال كان بدلالة اكس لازم أرجعه بدلالة اكس إذن الجواب النهائي شو رح يطلع معاي واحد على سالب أربعطاش قوس مرفوع لأس سبعة زائد سي شو بدي أحط في القوس قيمة يولي أنا فرضها أربعة زائد اتنين اكس زائد اكس تربيع أربعة زائد اتنين اكس زائد اكس تربيع بديش حدا يعلق عليه يقول لي يا أستاذ انت سريع في هذا الفيديو أنا عمالي بحل يعني المفروض انها مرت عليكم المادة من قبل إذن نلقاكم الحصة القادمة في حل السؤال التاسع عشر الله يعطيكم ألف عفية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته